محمد قاسم ما رح يستدعي لأنه حتى محمد قاسم عندما يمتلك هذه الميزة اللي هي اللاعب اللي هو يمتاز بالنزعة الدفاعية لكن بعد كثرة أهدافه وصناعته الأهداف وتألقه أجبر كاساس على استدعاء محمد قاسم لذلك يراني شوية بعيد كل البعد عن سلوب وفلسفة كاساس داخل الملعب يعني محمد قاسم كاساس أجبر على استدعاءه بعد تسجيل الأهداف وتألقه في آخر جولات الدوري أكيد طبعا أكيد أكيد يعني أنت تشاهدت محمد قاسم بالموسم الماضي مع النجف وشاهدت محمد قاسم وما يستدعي يعني هو يسجل وما يستدعي يصنع وما يستدعي هو أبرز وأفضل لاعب عراقي يختير كأفضل لاعب للدور العراقي وما استدعاه ومن ثم يجي يتألق بالدور العراقي وما يستدعي من براءة التصفيات كاس العالم لذلك هنانا هو خلاه تحت الأمر الواقع صانع لعب نسجلك أربع هداف بالدوري أو خمس هداف وصانع الثلاث إلى أربع هداف بالدور العراقي هنانا لعب عنده إمكانية ما تتواجد عند أي لعب للمنتخب الوطني أنا أتكلم لك إياها يمتاز بجوانب مهارية تفوق لاعبيننا تفوق أبرايش راهيم بايش تفوق حتى يوسف الأمين تفوق يمتلك المهارة بالواحدة دواحد يمتلك التزديد يمتلك التزديد من خارج منطقة الجزاء وهذه أحد والنقاط التي تحتاجها مع المنتخب الوطني يمتلك عملية التمرير ما بين الخطوط وخلف خط الدفاع مو بسيش كابتن عماد كابتن معاد عملية توقيت التمرير اللي يفتقد هذا علي جاسم تمرير اللي هو خلف خط الدفاع محمد قاسم من أفضل اللاعبين المتواجدين بالدور العراق بس المشكلة أنك أنت ما قدرت أنك أنت تسحبه وتستدعي للمنتخب ثم تعطي الواجبات الدفاعية وتشوفه أنت حتى استدعاك بمعسكر الدوحة وقبل مباراة عمان ما كانت مباراة ودية كانت فقط مع النادي البدع اللي قاموها بالدوحة المباراة الودية اللي صارت فإذلك أنت ما شاهدت عن قرب وما شاهدت وما طيت حتى فرصة للعب لذلك أنا شو محمد قاسم فرصة إلى الاستجابة مباريات بطولة كاس الخليج والالتزام بالواجبات الدفاعية اللي يعتمد عليها كاساس مع المنتخب وأتمنى للتوفيق لمحمد إن شاء الله موسيقى